فوز مهم بالنسبة الاتفاق خاصة بعد ثلاثة جولات دون اي انتصار يقربه ايضا من المربع الذهبي ايضا فوز وايد مهم جدا خاصة تلعب مع فريق هو منتشي وفايز في واصل لنصف نهاية اكيد اكيد طبعا الاتفاق هذا المفوض يكون موقع وحرام يخسر نقاط لان احيانا يحرج الكبار بشكل كبير او اتفاق فريق كبير فنتمنى ان شاء الله الاتفاق يسير على نفس النجاة ويكون في المربع الذهبي البطولة الجميلة الان اللي موجودها اكثر شيء هي على المربع الذهبي اكيد بين التعاون بين النصر بين الاتفاق وهذا شيء هي بطولة الوحدة يعني نعم الخسارة الثانية على التوالي بالنسبة للفايز صليف الدوري مختلف كليا عن كأس خادم الحرامين الشريفين استاذ عبد العزيز صحيح هي يعني كل بطولة لها حسابات يعني حسابات تختلف من بطولة البطولة لكن الفيصلي في هذا الموسم ليس الفيصلي الموسم الماضي رغم مستمرار شوموسكا على راس الجهاز الفني باللأمانة اليوم لم يستحق الخسارة يعني المفروض اقل شيء تعادل يعني الاستحوات متعدلين خمسين خمسين حتى ضربات الكورنر او الزاوية ستة للفيصلي ستة للاتفاق الوصول للمرمى يعني تسدسيم لكن انا اعتقد انه يعني حسابات شوموسكا في الدوري ما هي جيدة ولا جال الخطر قائم انه يحبط الفيصلي لو استمر على هذا الوضع طيب طيب